لا يخفي البريطانيون تنفسهم مع الأمريكيين على إبراز أحدث المعدات في المنورات البحرية المستمرة في مياه الخليج البحرية البريطانية تشارك في المنورات بالتسعي سفن بينهم كاسحة الألغام آثرستورن وعلى متنها نخبة من الغطاصين المتخصصين بعمليات رصد وتفكيك الألغام سنقوم معا بجولة سريعة داخل هذه كاسحة الألغام لنرى ما هي المعدات والتكنولوجيا الجديدة التي تحملها معها في هذه المنورات أنتم الآن في غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة وهي قلب السفينة لأن تدريبات مسح الألغام تدار من هذه الغرفة هذا جهاز رصد الألغام وهو يطلعنا على تحركات السفينة وموقعها في البحر على هذه الشاشة نرى جهاز الرادار وعلى شاشة الزرقاء نرى الوضع تحت المياه فور رصد أي إشارات على الرادار يستعد البحارة لإرسال هذه الغواصة لاستكمال المهمة هذه غواصة سي فوكس المزودة بكاميرا وضوء ورادار للإشارات الصوتية في الجهة السفلة لرصد أي تحركات أو ألغام تحت سطح المياه وهنا أربع مراوح لتوجيه مسار الغواصة هنا في غرفة التحكم سنتابع معا تدريبا يظهر فيه البحارة هنا كيفية تعامل الفريق مع أي مخاطر تواجه طريقهم هذا الحشد من السفن والزوارق والغطاصين في مياه الخليش هو أكبر تجمع لقطع حربية بحرية من حول العالم في المنطقة تجمع تنفي القيادات البريطانية أن يكون رسالة لبلد بعينه وخاصة إيران أنا متأكد أن بعض الدول قد ترى هذه المنورات استفزازا لكنني لا أراها كذلك فهي تدريبات دفاعية ولا تتم في جزء واحد من الخليج بل تمتد إلى البحر الأحمر مما يسمح لنا للمرة الأولى أن نشمل دولا إضافية مقارنة بالتدريبات السابقة وبالتالي هي تدريبات سنمية وتجمع دولا مهتمة بتأمين حركة الملاحة في الممرات البحرية في حالة قيام أي طرف بعمل يدر حرية الملاحة التجارية في هذه الممرات المنورات البحرية في عامها الثالث استقطبت هذا العام أربعا وأربعين دولة ما دفع البحرية الأمريكية إلى توسيع نطاق التدريبات لتشمل ميناء العقبة في البحر الأحمر وخليج عمان من ميناء سلمان في مملكة البحرين جاسي المور سكاينيوز عربية